في آخر ليلة من ليالي رمضان وبعد أن أعلن عن هلال العيد خرج رجل صالح من المسجد بعد صلاة العشاء ليشتري لأسرته لوازم العيد وأثناء سيره في الشارع العمومي لمح صديقا له عليه دين فترك الشارع الرئيسي وسار في زقاق حتى لا يحرج صديقه وأثناء سيره سمع صوت سيدة تناجي ربها بدموع عينيها وتقول يا إلهي أنت وحدك العالم بحالي وبحال أطفال الثلاثة هذه ليلة العيد ولا يوجد في بيتنا طعام لهذه الليلة ولا ليوم العيد لقد فوضت الأمر إليك وأثق أنك لن تخذرني حزن الرجل كثيرا بعد سماعه لهذه السيدة واختبأ في ركن حتى ذهبت هذه السيدة لبيتها فوضع علامة عليه ثم عاد لبيته وأخذ زوجته وذهب إلى بيت هذه السيدة وعندما دخل البيت لم يجد الرجل فيه أي شيء لا ملابس عيد ولا لحم ولا طعام فتكسر قلب الرجل وأقسم بالله لهذه السيدة أنه لن يعود لبيته وأولاده حتى يطمئن أن أبنائها عندهم ما عند أبنائه تماماً ثم خرج من عندها وترك زوجته وذهب إلى بائع اللحم واشترى كمية تكفي لأسبوع ثم ذهب واشترى خضروات وفاكهة وبعدها اشترى ملابس للأم وللأولاد وعاد إلى البيت فقالت السيدة ما كل هذا هذا كله سيتلف فثلاجتنا آخر عهدي بها عندما كانت تعمل قبل سنوات طويلة فقال لها أنا أقسمت بالله أن يفرح أولادك الليلة كما يفرح أولادي ثم خرج من بيتها واتصل بصاحب محلات كهربائية يعرفه ليذهب إلى المحل الآن فذهب صاحب المحل وأخرج ثلاجة ثم اتصل بصاحب سيارة وحملها عليها وذهب للسيدة وقال لها الآن تدخلين اللحم والخضار والفواكه إلى الثلاجة وأعدي لنا كوب من الشاي بكت السيدة وقالت أعتذر كل الاعتذار يمكنني أن آتي لكم بالشاي من عند جيراننا فأنبوبة الغاز فرغت منذ أكثر من شهر وقد بعتها لحاجتي لثمنها ابتسم الرجل وقال والله لن أعود إلى بيتي حتى أشرب الشاي عندكم ثم ذهب وأحضر أنبوبة غاز وعاد إلى السيدة وقال لها الآن أعد الشاي فجاء الأطفال إليه يرقصون ويقفزون ويقبلونه من الفرح وكأنه أباهم وشرب الشاي ودموع فرحه تتساقط ثم خرج هو وزوجته وذهب لشراء لوازم العيد لأبنائه وعاد مع زوجته إلى بيتهم بعد منتصف الليل وإذا أبنائه قد ناموا فقال يا رب إن كنت قد قصرت فيهم فلأجل آخرين ثم نام قبل صلاة الفجر بساعتين فرأى في منامه أنه يسير في طريق ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر فأراد أن يقطف ثمر فقال له هذا ليس لك هذا لعوام الناس أما أنت فطعامك هناك وأشاروا له إلى السماء فأخذ ينظر إلى السماء فإذا فواكه متدلية ما رأى مثلها أبدا فأكل منها قطعة فما إن ذاقها حتى استفاق من حلاوة طعمها وابتسم في سعادة كبيرة وتوضأ وذهب ليصلي الفجر وينتظر صلاة العيد بل أجمل عيد مر عليه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أموالهم في سبيل الله أموالهم في سبيل الله ترجمة نانسي قنقر